بالرحمن الرحيم نواصل تسجيل المحاضرة الثانية من مادة Embedded Systems وكنا في موضوع المودلينج وصلنا جزئية Assumption Coverage Assumption Coverage المقصود فيها أنه every model or design is based on a set of assumptions about the behavior of the components and the environment يعني مبني المودل على مجموعة من الفرضيات لتصرف الكمبونت في المودل وفي الenvironment Assumption Coverage المقصود فيه أنه The probability that the assumptions cover real world scenarios أنه الassumption اللي إحنا افترضناها ما يتمش الإخلال فيها في السيناريوز الواقعية يعني احتماليتها أنه تكون مطابقة للواقع مش يتم يعني إبناء الواقع إشي مخالف The dependability of a perfect design is limited by the assumption coverage طبعا إحنا إذا بدنا نعتمد عليه لازم يكون الassumption مغطي الواقع بشكل كامل وإلا لو حدث يعني حدث ما فالير معين خارج الassumption إذا لا يمكن نعتمد على السيستم Assumption Coverage also limit the utility of formal verifications أيضا إحدنا ما بنعمل المودل نستخدم algorithms بنستخدم mathematical model Mathematics in general فهاي كلها بتعمل verification أنه الassumption valid فلو خرج إنه في نطاق الvalidity هادي كل الverifications الآن فشلت لذلك النقطة الأخيرة مهمة إذا فيه specifications معينة of the assumptions هي مهمة هندسية ومست بي clearly identified those specifications by engineers explicitly determined for proper utility يعني عشان استخدام الجيد تكون الspecifications تبعة الassumptions واضحة قبل التشغيل load and fault hypothesis الآن في فرضيتين في هذا السياق اللود اللي هو الحمل والفولت إنه لو صار فولت معين that must be contained in the requirement specifications load hypothesis specification of the peak load that a system must handle وهاي نقطة مهمة في أي سيستم إنه أقصى حمل ممكن يتحمله هذا السيستم يعني دايما هاي النقطة مهمة جدا في أي product مثلا أو في أي سيستم إنه قديش أقصى إشي بتحمله يعني مثلا محطة كهرباء قديش أقصى power تكون generate على سبيل المثال أو جهاز مثلا معين قديش أقصى ثيار ممكن يتحمله أو مثلا إليفيتر معين أقصى وازن بشيله فهاي البيك لود لازم نضع الspecifications هذه في اللود فرضية اللود فالفولت هيبثيس specification of the number and types of fault that a fault tolerant system must tolerate الآن إذا السيستم رغم إنه في صر يعني فولت معين بقدر إنه يكون فولت توليران بمعنى إنه يستمر في العمل تمام؟ بدنا نحدد هاي الفولت ونوحها number and types of fault that a fault tolerant system must tolerate شو هي الفولت هذه؟ يبقى الفولت هوبثيس وحنحكى عنها أيضا في محاضرة منفصلة لذلك يعني مش كتير حغطي الموضوع هنا Partition the fault space into two domains Those fault that must be tolerated الفولت اللي النظام يعني ممكن يستمر في العمل فيها Those fault that outside fault tolerance mechanism خارج سياحه يستمر في العمل وهاي باتبع معها استراتيجي اسمها never give up strategy واللي يعني في حالات معينة بنتباحها إنه a fail operational environment The system must try to reach a safe state يعني في حالات fail operational لأثناء التشغيل منزمنا مثلا إنه نحن نوصل إلى safe state يعني مثلا زي نظام الفرامل في السيارة إن السيارة تفرمل ويعني توقف فهي sequence of actions that handles the fault شو الأكشن اللي قوم فيها النظام اسمها NGO strategy أو never give up strategy الإليمنتز للريل تايم سيستم ممكن نقسمهم لإسانشيال أساسي لازم نحافظ عليها في الموديل elements of RT system model وunnecessary details يعني في الموديل ممكن نشيلها ونعتبر إنه هاي ما احنا قلنا إن الموديل هو abstract version من الواقع وبالتالي أنا معني أخلي الشغل الأساسي الإسانشيال وأي إشي ممكن يعني أستغنى عنه بدون ما يتأثر العمل هذا بيعتبر unnecessary الإسانشيال أول إشي representation of real time إنه عنصر الوقت مهم جداً أنصر الوقت المقصود فيه إنه I meet all deadlines النقطة الثانية semantic properties of data transformations يعني الداة اللي عندي أبقى عارف شو معناها meaning of this data و durations of the executions كل شيء يكون معمول حسابه لانديش بدي استمر عشان أقدر أعمل meet the deadline إنه أنا نفذ خلالها hi essential الإشي اللي unnecessary اللي مش مهم representation of information within a system البيانات كيف تتمثل في النظام بمعنى إنه مثلاً binary هاي شغلات كلها details مش مهمة في الموديل أيضاً detailed characteristics of data transformation تفاصيل عن data transformation اللي حكينا عنها اللي هي semantic properties of data transformation مش مهمة حكينا الميننج الليها مهم لكن تفاصيل إضافية مش مهمة و time granularity that is finer than the application requirements والدقة الزمنية اللي بتكون يعني أدق من المطلوب يعني مثلاً أنا ممكن أقول إنه أعمل عملية معينة برسس معينة ونفرض كل واحد سكند بكفي أعتقد إنه لو بدي أعملها كل point one second حتكون يعني إشي فائض إشي مالوش لازمة فهاي المقصود في إنه تكون finer إنه مالوش ضرورة إلها تكون finer لأنه بتعقد النظام إحنا دائماً في الموديل بدنا نعمل most simple model structure overview هنا عندي بشكل عام إذا كان في نظام اللي هو في man machine operation فمكون من إزي ما إحنا شايفين three clusters real time system مكون من computer system controlled object وال operator هاي اللي clusters الثلاثة شو تعريف اللي cluster اللي cluster هو وطرخنا له قبل هيك a sub system of the real time system with higher inner connectivity كل جزئية هنا عندي بجمحهم إشو مشترك كبير في inner connectivity ما بين الأوبريتر مثلاً لوحده cluster ما بين ال real time computer system في بجمحها شيء مشترك وال controlled object بيجمحهم أيضاً شيء مشترك الآن داخل كل cluster في مجموعة من النود اللي هي بتمثل أيضاً hardware software unit of specified functionality وإلها وظيفة معينة وهي تمثل يعني embedded system وممكن يكون أصلاً embedded system مكون فقط من نود واحد يعني هاي clusters مجموعة من النود مجموعة من النود مجموعة من النود مجموعة من النود the execution of a program within a node the process هي تنفيذ برنامج معين في النود أو تنفيذ البرنامج في النود اللي هو بمثل the process or task process is the execution of a program starting with reading input data terminating with production of output data يعني هو البرنامج بيأخد data من مثلاً sensor معين أو من input معين وبيعمل عليها العمليات المطلوبة وبيعطي النتيجة the production of output data العملية ممكن تكون simple لو ما كانش فيها synchronization no synchronization points within S process simple process يعني اختصارها S process process can have an internal state ممكن يكون لها internal state memory between successive activations اللي هي يعني the state المقصود فيها انه نحتفظ بالقيم السابقة اللي هي للحال اللي عندنا لو ما كانش فيه state بنسميها process functional يعني وظيفية stateless as processes are called functional الآن هذي simple طب لو كانت complex complex process هي processes with at least one internal synchronization point ع سبيل المثال wait on a condition ب statement احنا بننتظر في داخل البرنامج ل condition معين يتحقق if we use the word process without further specification we refer to an as process يبقى لو استخدمنا process بدون اشي محة بمقصود فيها simple process اللي مش محتاجة synchronization يعني انه يكون في محتاجة تحقق شيء معين هاي model ل simple process كيف بتتم يعني ممكن تكون مثلا process عملية في آلة حاسبة على سبيل المثال هاي أبسط مثال model of a bucket calculator الآن احنا بنعمل مثلا حساب لنقل مثلا sign function لرقم معين قيمة الجيب له و الآن لنفسها بتعمل عمليات حسابية computation in between كي نصل الى الى الرقم النهائي sign احنا بنعرف انه بتتم عبر تقريب مثلا معين فبتستخدم h state الآن هاي بتستخدمها in between يبقى في اللحظة ما ببدأ الى اللحظة اللي ما انت فيها بكون فيها عندي history state history state بتمثل states transient states اللي هي temporary مؤقتة لكي اصل للجواب النهائي يعني انا مثلا يمكن لو بدي اشبهها بعملية حساب sign function اللي يجيب الزاوية ممكن اعبر عنها بالنوميال مجموعة كثيرة الحدود اذا بنزمني احسب مجموعة من القيام هاي بنسميها مثلا h state وبس اخلص كلهم بمسحهم تمام وبطلع output اللي بيعنيه في النهاية output و time interval between start and end هي granularity of action يعني الدقة الزمنية الوقت اللي بستغرقه اللي ممكن فيها عمليات معينة مثلا اتم كل فترة زمنية مثلا كل واحد second كل واحد millisecond النود حكينا انه هو عبارة عن hardware software unit that consists of hardware bishman cpu memory real time clock process اللي هي يعني انا بعتبر النود build system قائم بذاته لوحده من غير معمل اتصال لسه مع اي اشي خارجي يبقى بلزمه cpu memory real time clock processes i o الآن بلزمه ايضا communication interface اذا بدي تواصل مع nodes اخرى او بدي توصل عبر الانترنت مثلا operating system cpu management i o support communication support error manager هالي مكوناته وايضا محتوي على three states الاولى اسمها i state initialization state static state static data structure على سبيل المثال application program code initialization data can be put into rom هاي اول قيمة بيبدأ فيها initialization data برامترز معينة مثلا بيبدأ فيها التنفيذ ممكن نخزنها في ذاكرة rom لانه خلص بيبدأ فيها في البداية الage state history state dynamic مع الوقت بتكبر بتزيد dynamic data structure that contains information about current and best competition ممكن ناخد قيم سابقة has to be put into ram يعني في ذاكرة بتتغير الجي state ground state minimal h state when all processes are inactive and all channels are flushed reintegration point هاد الجي state نقطة ما في التنفيذ بكون فيها كل processes مش active زي ما حنشوف وبستخدمها أنا كنقطة reintegration point الهيستر state حكينا عنها في البرنامج السابق the h state compromises all information that is required to start empty node at a given point in time size of the h state depends on the point and time chosen relative minimum immediately after computation and atomic action has been completed بمجرد ما عمل الحسابات بترجع لإيش لأقل حد اللي هي l h state زي ما حنشوف في الشكل system in ground state no messages in transit and no activity occurring يحل ال ground state ما بكون في أي تواصل بكون الوضع idle وبستخدمها أنا ك reintegration point if no h state has to be stored between successive activations of the node the node is called stateless إذا بنزمنيش h state إحنا بنسمي node stateless at the chosen level of abstraction يعني سمنا أيضا functional سمنا stateless process or called functional هذا مثال كيف ال h state grows with time من اللحظة اللي بيبدأ فيها التنفيذ بزيد بيبلغ هنا ال h state يعني عدد ال states أثناء التنفيذ بوصل حد الماكسمم يعني ال h state أنا بلزمني أحسب قيم سابقة بلال على قيم سابقة وبعدها تبدأ تقل إلى أن أوصل termination خلاص بتصير minimum size size of h state during atomic actions وهذا منطق جدا أنا معني في النهاية في الجواب خلصنا هنا termination هذا كلها كانت temporary values وهذا مرور الوقت وهنا أيضا نفس المبدأ size of h state at the end of atomic action في ال end بكون المنم طبعا و زي ما حنشوف في الشكل التالي أنه بس تخدم لحظة ما اللي هي reintegration point يكون فيها minimal h state يعني في الشكل اللي عندي هنا أنا في عندي process a b c بلاحظ أنه ما فيش لحظة ما هنا يكون فيها فيش أي process بينما في الشكل اللي تحت اللي في السهم الأزرق بلاحظ اللحظة هاي أنه فيش فيها اشي active فهاي اسمها ground state وهاي أنا أستخدمها ground state ك reintegration point وهاي ممكن أنا أصلا أصمم النظام اللي بدي أعمل فيه مثلا integration point للنودز جديدة مثلا في اللحظة هاي أدخلها في النظام بتكون في لحظة ground state minimal h state of a subsystem النود where all processes are inactive and all channels are flushed يعني ما بكون فيها أي إشي active فممكن أستخدمها وهاي يعني ممكن أعتبرها أنه تشبه اللحظة اللي أنا بكون الكل متفرغ فيها ما في عليه مثلا أي تاسك يؤديها ما في أي برصص معينة فممكن أستغلها ك integration of nodes أو تكون يعني هي مصمم بالأساس مسبقا ك reintegration of nodes يعني إعادة مثلا أو إدخال nodes في السيستم اللي عندي هذا مثال على cluster هنا هاي كلها مجموعة من النودز وهاي مأخوذة من إشي واقعي اللي هو السيارة السيارة مكونة من مجموعة من النودز driver interface اللي هو الداشبورد اللي أمام السائق assistant system نظام مساعد gateway بدأ ححكي عنها كمان شوية brake manager engine control steering manager suspension الان بلاحظ النودز هو عبارة عن embedded system قائم بذاته يعني جوه كمبيوتر معين جوه communication جوه فيه sensors بياخد منها قراءات الان النودز اللي عندي هنا متسلم ع بعضها في نتورك معين في السيارة مثلا على سبيل المثال الأشهر أو النود النتورك المستخدمة الشبكة هي الكنباس controller area network وهي اللي بتربط النودز مع بعض لذلك بتم ربط النود مع الكنباس من خلال communication controller مكون مكون في النود مختص بالتواصل مع الباس طبعا ممكن تكون عند النتورك مش كان باس ممكن تكون مثلا اثرنت ممكن تكون واي فاي مثلا ممكن تكون يعني أي باس معين مستخدم أو أي نتورك الآن هاي زي ما حكيت النودز مرتبطة بالباس ومرتبطة بال الاي او الاي او اللي هو انبوت اوتبوت لو كان انبوت ممكن يكون سنسورز لو كان اوتبوت النود بيعطي اكتيفينشن لا اكتيويتر معين النود بياخد بيانات من السنسورز ممكن البيانات هاي تكون متاحة لنودز أخرى من خلال كنترولر هوسد انترفيس 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 انتراج اي بروسسس ان وان نود انتراجت وذي بروسسس ان ادر نودز يعني بيقدر مثلا الدرايفر انترفيس ياخد مثلا من الانجين بيانات بيقدر ياخد مثلا من الستيرنج منجر وهكذا يعني بتصير البيانات متاحة بينهم من خلال اللي هو هو ال-controller-host-interface نرجع لل-get-body ال-get-body لو أنا بدي أربط cluster مع cluster آخر أفرض هاي مجموعة من النودز في cluster معين أنا بربطهم من خلال ال-get-way-body اللي هو عبارة عن نود بيربط مجموعة من ال-clusters يعني أكثر من cluster مع بعض بيكون في نود مختص فيها إذن في الحالة هادي مثلا في السيارة ممكن يكون عندي safety cluster وممكن يكون عندي infotainment cluster فالsafety cluster مثلا ال-brake ال-airbag الآخر هي من المتعلق بال-safety وال-infotainment مثلا ال-navigation radio control media الى آخر هي من مكونات ال-infotainment خصائص ال-cluster a cluster within computing system consists of a set of cooperating components that provide a specified service to some subsection of the environment يعني بتأدي خدمة معينة support and internally unified representation of the information إنها تواصل مع بعض سي ما حكينا مثلا ال-cluster مربطين مع بعض مثلا ال-canbus solve the dependability problem هاي حنحكي عنها between two subsystems cluster node etc is characterized by يعني ممكن يكون معرف بواسطة data properties the structure and semantic of the data items crossing the interface بنية ال-data و معناها الميننج إلها it's temporal properties خصائصها الزمنية the temporal conditions that have to be satisfied by the interface control and temporal data validity يعني إنه يكون مثلا في control طبط ب جدول زمن معين functional intent the assumption about الفرضيات about the function of interfacing partners لو نعمل interface يعني ربط ما بين node مع node أو مثلا node في cluster أو cluster مع cluster in non-real-time computer system there is little concern about temporal properties properties في الأنظمة اللي مش real-time temporal properties مش مهمة في ال-interface مهمة فقط في real-time systems بنكتفي بهذا القدر يا تقنا عافية